لماذا أثداء النساء كبيرة جدا مقارنة بأسلافنا؟ تأتي الأثداء بأشكال وأحجام مختلفة ولكن هناك شيء واحد مشترك بينهما إنهما فريدان للبشر يطور كل حيوان ثديي أثداء مؤقت أثناء الحمل أو الرضاعة وسبب وجودهم هو إنتاج اللبن وبالتالي بعد غياب اللبن تختفي الأثداء ولكن هذا لا ينطبق على الأنثى البشرية إذ تظهر أثداءها مثل منذ البلوغ وليس فقط أثناء الحمل فلماذا حدث هذا التغير أثناء تطورنا؟ استكشف عالم بيولوجيا تيم كارو سنة 1987 عدة نظريات عن هذه الظاهرة واحدة منها أن الأثداء سمحت للأطفال أن يرضعوا من غير منطقة الورق مثل باقي الثديات لترك مساحة لحركة الأم لكن تلك النظرية لا تفسر لماذا تستمر الأثداء بعد انتهاء فترة الرضاعة ربما تكون الفكرة الأكثر شعبية تلك التي طرحها شارلز داروين ثم استكشفها بعد ذلك عالم الحيوانات ديسموند موريس في كتابه ألف سنة 1967 The Naked Ape يقترح فيه موريس أن الأثداء تطورت كرمز جذاب بدلا من النهاية المنتفخة في إناث الثديات الأخرى وبمجرد أن بدأ أسلافنا المشي باستقامة لم تعد هذه الأعضاء واضحة كما كان وبالتالي لم تعد هناك طريقة للذكور ليعرفوا ما إذا كانت الأنثى ناضجة وبالتالي تكونت الأثداء بهذه الصورة كنتيجة لذلك دعنا نأخذ نظرة أقرب على ثديي أنثى البشر الإختلاف الكبير بينه وبين الثديات الأخرى هو أنه يحتوي على المزيد من الدهون مما يعطيه شكله المميز قد تصبح الأثداء البشرية كبيرة للغاية لدرجة أنها تسبب آلام الصدر والظهر ولهذا السبب تحتاج بعض السيدات لتصغير الثدي تشير الإحصائيات إلى وجود ما يزيد عن 61 ألف مرأة في الولايات المتحدة تلقين عملية تصغير للثدي ليس هذا في حسب قد تكون الأثداء ذاء فرنسلبي في بعض الحالات مثل الإصابة بسرطان الثدي وهو الأول بين حالات الوفاة بسبب السرطان في السيدات حول العالم إذ يؤثر على 1.5 مليون سيدة كل عام يودي بأرواح 570 ألف منهم بحسب إحصائيات سنة 2015 يقول العلماء أن سرطان الثدي ليس شائعا بين الثديات الأخرى وذلك ربما بسبب أن الثديات الأخرى لا تعيش طويلا حتى تصاب به فخطر الإصابة به يزداد مع العمر وربما يكون الأمر بسبب نسيج الثدي دائم في البشر بالطبع لقد رسخت الإثداء البشرية مكانتها في الثقافة والمجتمع فهم يجعلون المرأة تشعر بأنها مرغوبة ومتحررة وقوة قوية كما أنها ساعدتها في بناء إمبراطوريات بسبب قوتها الجذابة وبالتالي يبدو أن الأثداء البشرية موجودة هنا لتبقى الغدد الثدي ياسمة مميزة للثديات من بينهم الإنسان بالطبع لكن في البشر تمنح الأثداء دور حميمي فريد ومميز المتمثل خاصة في حلمات الثدي لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك حيوانات تستخدم الحلمات ومداعبتها في العملية الحميمية لتحصل الاستثارة ففي كتاب المثلي عند الحيوانات والتنوع الطبيعي يذكر العالم بروس بيجميل أن هناك حيوانات شهدت وهي تستخدم مداعبة الحلمات أثناء الاستمناء وفي العملية الحميمية أيضا لكن الإنسان وكما ذكر في الكتاب أنه يثار عند مشاهدة الأثداء وليس بالضرورة مداعبتهم أي أن الاستثارة والإنجذاب تحدث عندما يكون هناك لقاء وجها لوجه وعملية مداعبة الأثداء والحلمات خارج سيناريو العملية الحميمية وهذا ما يميز الإنسان عن باقي الثديات رأى الباحثون أن تطور الإنسان واكتسابه للكتلة الدهنية حول الغدى الثدي عند الإناث لتشكل الأثداء كان لغاية حميمية وهذا نراه أيضا عند الذكور حيث طور الإنسان من حجم العضو الذكري ليكتسب عضوا ذكري كبيرا نسبيا يتناسب مع حجم جسده الكلي وذلك أيضا لغاية حميمية رغم تفضيل أغلب الرجال المغايرين التديين وانجذابهم لهم إلا أنه ليس من الواضح إذا كان هناك عشق عالمي اتجاه الثديين فهناك ثقافات عدة ويختلف رجالها في انجذابهم عن باقي الثقافات ففي دراسة أجريت سنة على 191 ثقافة وجد أن تديي المرأة مهمين للرجال في 13 ثقافة منهم منهم ومن الثلاثة عشر ثقافة هناك 9 ثقافات رجالها يفضلون الثديين كبيري الحجم وثقافتين رجالها يفضلون وينجذبون للثدي الطويل والمتدل وهم أزاندي وغاندا في إفريقيا بالمجمع تتنوع التفضلات بين تلك الثقافات الثلاثة عشر وهناك ثلاثة عشر ثقافة أخرى شملتهم الدراسة أيضا أيدوا استخدام الثديين أثناء التواصل الحميمي وثلاث ثقافات منهم لا يفضلون الثديين كثيرا ولا يعتبرونه عنصر أساسي في العملية الحميمية شكرا شكرا